محيدين وهذه النقطة مهمة بالنسبة للفريق كود ديفوار المردود دي اللاعب لاختير كأحسن لعب إفريقيا ربعات المرات متتالية لوايا ياتوري ما لاحظناش عنده حتى ذلك الرغبة ربما لما كيكون اللاعب ربما تستمر عشي مع اللاعبين الفريق من العديد من المنتخبات كي تكون نقصة مثلا ومشي انفوم حتى كتبان في المحييات دي اللو مكان كي يظهر عليه أنه ذلك الرغبة بأن يحمل لوحده فريق كود ديفوار في البداية يمكنني نقول باللي هاد كأس إفريقيا هاد في هاد المرحلة الأولى لأنه الآن أصدل السيطار على المباراية الأولى يمكنني نقول باللي عطتنا واحد مجموعة ديال استنتاجات أولها أهمها باش نرجع لعندي يا ياتوري سامع الرجع للستنتاجات عمتوا يوم لا 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 هنا عندي هنا واحد شوية ديال استراتيجية في الراديالي لهذا غنرجع ليا ياتوري ياتوري اليوم لأننا نجهلو شنو كي يكون خارج الملعب لأننا نحن نحكمو على الأشياء التي تدور خارج الملعب إلا أن هناك واحدة أشياء ضرورية يجب الإنسان يعرفها يعني قبل المباراة أو أثناء تداريب ما عرفناش المشاكل دياله لأن المدرب دياله والجهاز التقني دياله هو الوحيد اللي غيمكن له يعطينا الوجه الحقيقي ديال يا ياتوري وعليش ظهر بهذا الوجه الشاحب اللي ما تعودنا شيء عليه هذا من جهة من جهة أخرى يعني الاستنتاج اللي غيمكن نقول لك أنا في هذه المباراية اللي شفنا اليوم اللي أنا تقريبا عندهم اللي ممكن لي شيء وهو أننا ممكن لنش الفروق الكبيرة تعتمد دائما على النجوم ديالها لأن اليوم شفنا لكو ديفار الاعتمادا على النجوم دياله اللي هو يا ياتوري جيرفينيو وكالو وبوني يعني اليوم ما كانواش في المستوى لماذا لأننا مكانش عندهم واحد الآلة تاكتيكية العكس بالنسبة للفريق الغيني اللي شفناه كان منضم أحسن تنظيم وكيلعب بإمكانية دياله تقنية وتاكتيكية وهناك نرجع للمسألة أخرى أيضا لأنه اللي تكلمنا عليها في أمس وهي أمسألة ديال السرعة ما ننسوش باللي الفريق ديال الساحل العالج ما تلعبش بسرعة وبحال اللي قالت سيمحي الدين خلف عودنا دائما يلعب الهجومات المنساقة يعني نزا تاك بلاسي وهذا نزا تاك بلاسي مليك تلقاك أمامك واحد الخصم اللي تيرجع بسرعة يعني دفاعيا بكتلة دفاعية بسرعة يعني ما يمكن لكش تختارق وما يمكن لكش تخلق فرص تجد